السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم ان شاء الله سأقدم لكم وصفة جد رائعة وسريعة في انبات الشعر وملء الفراغات لكل من يعاني من مشكل تساقط الشعر ومشكل الفراغات الموجودة في الشعر هذه الوصفة تعتبر الحل النهائي والاخير في انبات الشعر بشكل سريع سنحتاج في هذه الوصفة الى الثوم كل بيت يتوفر على هذا الكنز الذي لديه العديد من الفوائد للشعر ولاشياء اخرى سأقدم لكم في فيديوهات قادمة باذن الله قبل ان نبدأ فيديو اليوم لا تنسوا نعم قناتنا بلايك لهذا الفيديو ايضا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة هناك العديد من الناس لا يستطيعون تحمل رائحة الثوم القوية في الوصفات الطبيعية لانبات الشعر هذه الوصفة ليست بها رائحة قوية للثوم العديد منكم يعني يقدر على تحمل عتي الوصفة سنحتاج الى الثوم استعملوا كيمية وفيرة 4 او 5 حبات او 6 حبات من الثوم كلما كانت الكيمية اكبر كلما جيد نقوم بازالة القشر الموجود في الثوم هناك العديد من الوصفات الخاصة بانبات الشعر لكن وصفة الثوم تعتبر عفوا يعني اهم الوصفات في انبات الشعر بشكل سريع كما تلاحظون نقوم بازالة القشور الموجودة في الثوم بعد ذلك سنقوم بتقطيع الثوم الى شرائح رقيقة كما هو موضح في الفيديو هناك بعض الوصفات من يعني يقوم باخذ هذا الشرائح ويطبقها مباشرة على الاماكن التي توجد فيها الفراغات نقوم باخذ هذه الشرائح ونقوم بفرق الاماكن الموجودة فيها الفراغات هذه الوصفة يعني تعطي مفعول سريع لكن رائحة الثوم تكون قوية يعني ليس الكل يقدر على تحمل هذه الرائحة نقوم بتقطيع الثوم كما تلاحظون معي بعد ذلك سنحتاج الى زيت الزيتون زيت الزيتون يعني ممكن تحضير كيمية وفيرة لانكم يمكنكم الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة اطول سأضع تقريبا يعني مقدار كأس غير مملوء من زيت الزيتون في كسرونة كسرونة او اناء ميناء الحديد يمكن وضعه فوق النار بهذا الشكل الزيت الزيتون يعني هو افضل الزيوت المستعملة في هذه الوصفة سنقوم باخذ شرائح الثوم وسنضيفها الى زيت الزيتون ونقوم بتحريك هذه المكونات بهذا الشكل بعد ذلك سنقوم بوضع هذا الخليط فوق النار ضروري جدا ان تكون النار هادئة وليست يعني قوية نار هادئة جدا نضع فوقها هذا الخليط ونتركه يعني الى غاية ان يسخن الزيت تقريبا مدة خمس او عشر دقائق دقائق يمدة كافية جدا يعني نترك الثوم حتى يحترق فقط الى غاية ان يسخن الثوم ويسخن الزيت عفوا ويسخن الثوم ويعني تصبح بالزيت موجودة المكونات الموجودة في الثوم كما قلت لكم هذه الوصفة يمكنكم تحضيرها والاحتفاظ بها لمدة طويلة في قنينة زجاجية يعني يمكن احتفاظ بها لمدة شهر في قنينة زجاجية تكون معقمة يمكنكم بدل عمل هذه الطريقة يعني غلي الثوم في الزيت يمكنكم وضع الثوم في الزيت وتركه يعني لمدة ليلة كاملة او لمدة يوم كامل في الزيت بعد ذلك يمكنكم اخذ هذا الزيت واستعماله لفروة الرأس لمعالجة مشكلة تساقط الشعر الثوم يحتوي على العديد من الفوائد ويقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤذي الى نمو الشعر نستمر كما تلاحظون على تحريك هذا الخليط بهذا الشكل ضروري جدا ان تكون النار هادئة وبعد ان يصبح يعني شكل الخليط كما تلاحظون في الفيديو يعني يغلي قليلا نقوم باطفاء النار وثرك الزيت الى غاية ان يبرد تماما الناس الذين لا يتحملون نهائيا رائحة التوم يمكنكم اضافة حبات قليلة من الخزامة او اللفندر يعني حبات منها الى هذا الزيت ستزيل نهائيا رائحة التوم في هذا الزيت ستصبح لديكم لائحة اللفندر او الخزامة في هذا المزيج قلت لكم ما عليكم فقط تجربة هذه الوصفة لانها جد فعالة ومجربة مني شخصيا يعني منذ الصغر كنت اجرب هذه الوصفة واضعها لشعري لملء الفراغات ولانبات الشعر ولتقوية الشعر حتى وان لم تكن لديكم فراغات في الشعر يمكنكم عمل هذه الوصفة لتقوية الشعر وتقوية فروات الرأس بعد ذلك سنقوم بتصفية هذا الخليط وبعد يعني يبرد تماما نقوم بتصفيته سنحصل على هذا الزيت الذي كما قلت نحتفظ به في الثلاجة لمدة شهر كامل ويمكنكم استعماله يعني مرة او مرتين في الاسبوع بالنسبة لطريقة الاستعمال يعني ضروري قبل الذهاب الى الحمام نقوم بتمشيط الشعر جيدا بعد ذلك نقوم يعني بفرق خسيلات الشعر عن بعدها ونقوم بدلك فروات الرأس كما هو موضح في الفيديو نقوم بدلك فروات الرأس جيدا بهذا الزيت بعد ذلك يعني نلف الشعر ونضع يعني نضع اي اي توب على الشعر او اي غطاء نقوم بوضعه على الشعر ونترك هذا الخليط كلما تركتم هذا الزيت على الشعر مدة اطول كلما كان مفيد جدا لفروات الرأس يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعت يعني كلما كانت المدة اطول يكون جيدا ويجب وضع على فروات الرأس بكاملها وضع هذا الزيت يعني على فروات الرأس بكاملها بعد ذلك نقوم بغسل الشعر في الحمام بشامبو بعد غسل الشعر بشامبو اذا ما لاحظتم يعني وجود رائحة التوم في الشعر يمكنكم اخذ لتر ميناء الماء واضافة اليه قطرات ميناء الخل وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر بهذا الماء ستزول الرائحة تماما من اشعر هناك وصفة اخرى شبيهة بهذا الوصفة التي قدمتها لكم وايضا تعطي مفعولا جيدا ليس فقط في انبات الشعر وايضا في تنعيم اشعر وهي عمل مزيج ميناء الزيوت زيت جوز الهند زيت اللوز زيت الزيتون زيت السمسم يعني زيت الخروع اي زيت متوفر عندكم في البيت نقوم بمزج جميع هذه الزيوت ونقوم بتقطيع الزيت التقطيع عفوا الثوم ووضعه في هذا المزيج وتركه يعني منقوع لمدة ليلة كاملة بعد ذلك نقوم بتصفية هذا الزيوت يعني نقوم بفصل الثوم عن الزيت ونحتفظ بهذا الزيت ونقوم بوضعه على الشعر بنفس الطريقة التي شرحت عليكم من قبل في الفيديو هذا الوصفة جد فعالة في انبات الشعر وفي تنعيم الشعر انتمنى ان تنال اعجابكم هذه الوصفة شكرا على تستبعكم للقناة وشكرا على وفائكم للقناة انتظروني فيديو قادم باذن الله وصفات قادمة باذن الله لا تنسوا اننا نضع فيديوهات بشكل يومي على القناة انتظروا منا كل المزيد والمفيد على قناتكم علمك سيدتي مع مريم الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله اشتركوا في القناة